أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الإفريقية من أكثر القارات تضررا نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية وازدياد حدة الجفاف وتصحر وشح المواد المائية وهو ما يدعون إلى النظر في إيجاد سبل مبتكرة للتعامل معها نظرا لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة جاء ذلك خلال كلمته في البند الخاص بالتغير المناخ والاقتصاد الأزرق الفرص والتحديات للتكامل القاري حيث أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود الرئيس الكني ولينا مروتو لقيادته لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالتغير المناخ متمنيا له التوفيق خلال استضافة بلاده لقمة العمل المناخي في سبتمبر القادم أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة تأتي في توقيت يشهد فيه العالم جهودا حثيثة للتعامل مع الأثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية خاصة الأفريقية على تحقيق التنمية لمجتمعتنا وكذلك على الحفاظ على ما تم تحقيقه من نمو فضلا عن حالة عدم اليقين حول قدرة المجتمع الدولي بمؤسساته التمويلية على توفير البيئة الدولية لتنفيذ تحاول الاقتصاد الأخضر آخذا في الاعتبار ما تشهده من أزمات متشابكة ما بين الأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة ثم أزمة الغذاء والأسمدة وتزامنا أو تدامنا ذلك مع زيادة ملموسة في الكوارث المناخية وأوضح سيد الرئيس أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 كان من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير مناخ ولتأكيد التزام القارة الإفريقية بدفع أجندة العمل المناخي بتنفيذ توصيل العلم بما يتناسب مع مبدأي الإنصاف والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء ويأخذ في اعتباره الظروف الوطنية للدول وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر بشأن المحاور التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة ومنها توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع لمشتوعات وبرامج مؤثرة لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات وتيسير النفاذ للتاقة المتجددة وسياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات والتركيز على مبدأي العدالة والإنصاف بحيث يراعي التحول المطلوب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويتجنب الإجراءات الأحدية ذات التأثير المباشر على تدفقات التجارة الدولية وبصفة خاصة صادرات الدول النامية والأفريقية وتحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات التمويل وسندوق الخسائر والأضرار وتمويل التكيف مع الاعتراف بما تتحمله الدول الأفريقية من تكلفة لدعم مجتمعتها في مواجهة الأثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز التعاون الإقلمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظام البيئي المشترك وضمان الاستفادة المتكاملة بين الدول والاحتواء أي أثار سلبية عابرة للحدود اشتركوا في القناة